الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة التفاوض مع شركات تصنيع التابلت العالمية لتصنيعه في مصر ده مع زيادة المكون المحلي تنفيذة لتكلفات الرئيس عمد الفتاح السيسي وجاء ذلك خلال الاجتماع اللي عقده امبارح مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة عدد من الملفات ويشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاتمئنان على تشغيل النظام الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي وده قبل فترة الامتحانات من ناحية تانية عقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المدن الجديدة وده مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية شدد مدبولي خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لمشروعات مدن الجيل الرابع الجديدة زي العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة والمنصورة الجديدة وناصر بغرب أسيوط وغربين